وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا خَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَى علَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ تَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوَّدْنَا وَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَارًا أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَةِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ الْلَاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَفَرَأَيْتُمُ الْلَاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى ألكم الذكر وله الانثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الغن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم البدى أم للإنسان ما تمنا فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى ذكرنا ويتم عن ذكرنا ولمتم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ظل عن سبيله وهو أعلم بمن اهددى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أسواء بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللم إن ربك واسع المغفرا وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطان أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعقى قليلا وأكذا عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبى بما في صحف موسى وإبراه وإبراهيم الذي مخبى ألا تسعوا وازرة مزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو مات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تنى وأن عليهم نشأة الأخرى وأنه هو غنى وأقنى وأنه هو رب شعرا وأنه أهلك عادنا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أغلم واتقى وأنه حصرا والمحن فكت أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمرا هذا نزير من النذر الأولى أزفت اللازفة ليس لها من دون الله كاشفا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا